تحية حقوقية عالية إخواني أخواتي اليوم حلقة جديدة مع الحقوق دريس دراوي أولا لا يفوتوني قبل ما نبدأ باش نحبرو على التضامن ذينا تامنا لمشروط مع بطل المغربي السابق الخصم في محنته وفي نضاله من أجل الإصلاح ومن أجل التغيير كما نعرفو أن التغيير عنده أعداء دياله وعنده ناس اللي مستفدين من واحد الوضعية اللي مع كل أسف نحن نعرفو القضايا والمشاكل ديال الجماعات المحلية والنهب الممارس في العديد من الجماعات في المغرب تواحد ما هدر معاهم التقارير ديال المجلس الأعلى للحسابات الملايير ديال الدراهم تنهب في صفقات وعندنا أمثلة كثيرة وكثيرة ما هدر معاهم تواحد أراضي تفوتات بثمان رمزي قضايا في المحاكيم تم ضد المجالس المنتخبة وما كديرش الدفاع كما يلزم والخصوم كيربحوا الملاير في سكوتين عام وهذا مواضيع رجعوا لها وبالوثائق والإتباتات تامة الأساسي أن الخصم لا زال يقاوم أولا وهذه رسالة الآل المغرب ذات في اللجنة ديال الأمم المتحدة الخاصة بالمهاجرين وكان المهم تقرير إيجابي لصالح البلد رغم العديد من التوصيات من ضمنها الاهتمام بالحق ديال تصويت ديال المهاجرين المغاربة وإدماجهم في العملية الديمقراطية هذه كانت توصية ديال الأمم المتحدة المغرب بأنه يدمج المهاجرين ويعطي إحصائيات حول المشاركة في العبلية الانتخابية ونموذج الخصم كان يقدم أو يجب أن يقدم لذلك المغرب يفتخر به يقول أن الناس دمجناهم وعطيناهم جماعات وتحقق التنمية لا يدوز الولاية كلها في المحاكم نحن عارفين المحاكم بدأ شهرين فقط من أجل دراسة لذلك يرد وبمعنى الولاية كلها يدوزها في المحاكم وفي السراعات مع المنتخبين هذا الشيء الذي نعرف أنه المنتخبين لديهم في واحد المنطق لما تخذوش وما تخلصوش لا يصوتوش للرأيس هذا هو واقع أم لا يعيش هنا في البلاد مع هذا النموذج جديد الانتخاب وإلغاء العتبة أو هذا الشيء بلقانة كبيرة وعطيني وحد المنتخبين اعطيني نصوت ليك تنشوفه في مجالية كثيرة الناس يرفضون مستشفيات يرفضون سبيطارات يرفضون طرقان يرفضون حدائق بدون سبب وبعد جلسات يأخذ ورد هذا هو واقع يجب الدولة تخمم وتفكر في حلول قوية لكي نحق تنمية حقيقية هذا البلاد لا تزيد البلاد القداب وتزيد التراجع وتزيد الاحتقان وتزيد الفقر والهشاشة في هذا البلاد تفاعلا مع الحلقة السابقة التي تحدثنا فيها على الأبقار الفضيحة هذه البرازيل لا تزيد لكي نقولها هذه الأفقار من نوعية زيبول التي تستخدمها في الأعبال الفلاحية وفي الأعمال تمارة بمثابة بمثابة حمير في البلاد التي تستخدمها في الأعمال الشرقة نرى تصريحة تكذب وتفند من السيد وزير الفلاحة من المسؤولين الحكوميين ولكن مع كل أسف لم تكن معطيات واضحة ما زال لدينا لا نعود نجرر في الموضوع لدينا أسئلة واضحة ومعطيات البرازيل نفسها كبرازيل لم تكن لونسة لم يمكن لونسة حكومية تابعة للدولة ومعطيات في الحشرة القرموزية في الصبار ومعطيات كلها ومعطيات في هذه البلاد لم تكن لدينا أحد نبات الصبار ومعطيات الدولة اعتبرت مشروع كبير خسرت عليه الملاير ومعطيات التحار الأوروبي وكان كده وكان عليه أمال وكان غادي بشكل جيد وصيبها بحشرة ومعطيات الحشرة القرموزية وكلها العساء ودخلات لونسة ومعطيات الدعم بالملاير من أجل مواجهة هذه الكاريتة الحشرة القرموزية ومعطيات 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 لونسة ومعطيات ومعطيات بحشرة أبقار البرازيل ومعطيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومعطيات هذه ومعطيات تحاليل لونسة لكانتة الحكومة لونسة 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 والمعطيات لونسة 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 امعطيات لونسة البرازيل حكومة لCONعلم لمن المهازين ومعطيات ومعطيات قال به من 3 مارس لا زالت براسيل تنتظر نتائج ومعطيات للصحة الحيوانية هذا من جهة وبالتالي هذه اللحوم مشكوك في سلامتها الصحية وخاتيها وما تقولون لكم كتقولوا إنشاءات موردة ونشتحاليل ما درتموش ليجان تحقيق ما درتموشي جمعية ذي لكم قلت لديد وبنين زع ما مهزالة أن جمعية ذي الحماية المستهلك باش تهدر عن المستهلك كتهدر عن الداو وقلت كيرفع المناعة زع ما هذا أشياء تسيء البلاد وتسيء المنظومة الديمقراطية اللي خص المجتمع المدني يكون كيمت المواطنين والدولة كتدافع المصالح والحكومة كتدافع المصالح ديال وكين واحد التدافع باش نوصلوا لواحد المنتوج اللي تيرضي الجامع فاش كتجيبوا جمعية وكتستقطبوها وتعطيوا هاد دعمو توليك تناطق باسمكم رعلا زع ما كتفقدوا الجمعية مصداقيتها وكتفقدوا التيقة المواطنات والمواطنين وكتضربوا المصداقية ديال العملية الديمقراطية وفالاخر تقولوا علش الناس ما كتصوتوش علش الناس فقدوا التيقة رب هاد الممارسات ديالكم نضيفوا معتا اخر هاد شي ماشي وليد اللحظة المشروع هاد ديال 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 وقف استفاء رسوم رسوم الاستيراد بمعنى بشحيدوا هادا رف جابوا السلقجع في 19 اكتوبر 2020 ماشي وليد ضحضة كما كتقولوا لنا وكتجيبوا را نتيجة الازمة ونتيجة كده بمعنى هاد شي مخطط له كن مجموعة ديال البراميج كتخطوينها وكتجيبوا واحد المجموعة ديال الناس لي منكم وكيستافدو نحن إذا² لدينا معطايات اه اه économ бой لكن في الجهة ديال البني ملال خنيفرا شى واحد اسمه عبدالراحم شي طبي هو اللي يستافد من هاتي السفقة هدا منسق هزب تجمع الوطني الأحرار في جهة الدكالة عبدالفتاح عمار المشهور بولد زروال والمسيرة المعروفة وهو أيضا برلماني على حزب الأصالة والمعاثرة وبالتالي هذه كوطات وهذه صفقات مربحة بالملايير نحن نعرف أن الحم يتجاوز 38 درهم الكيلو يتبيعه بـ 80 درهم بمعنى 50% الأرباح معفيا من الضربة كان عاديت على أن كل البقرة سوريدات يأخذ عليها المستوريد ألف درهم وبالتالي هذا مال عام يضيع هذا مال الشعب الذي في الضرائب خصوص يستخلصه لا يتمشي لإستخلاصه وبالتالي فلوس المواطنات والمواطنين هذا ليس مقاوي جاء وجاء البقر من واحد الدولة في إطار عادي وخلص الضرائب وخلص نروزهم الجمهوركية هذا متياز هو رائع آخر الذي يستفدون منه المحدودين وفي الملايير بمعنى الأطنان من الأبقار يتبعون في هذا الناس حوالي 100% هناك غياب تام المنافسة تقديم عروض تقديم هذا المنتوج في أحد الليجان وتصادق عليه وبعد ذلك يجيبوه هذا أبقار وهي أبقار معروفة وهي أسوأ أنواع في أحد البلاد وهي لا يوجد مشكلة لحوم في الأبقار وكذلك وكذلك الحقيقة واضحة على الحكومة تجيب لنا التحاليل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وهي تحاليل وأكدوا السلامة لهذه المنتاجات لأن هذو الناس كانت لديهم البريزيل البريزيل هي التي أعطيت العينات لمنظمة الصحة العالمية وهي لازالت تنتظر النتائج مع كل أسف قلنا ننصى شاهدت المعاينة من برها رغم أن المعايير والبروصيدير الذي يجيب الناس له بقر الأقل يبقى أحد المدة ما يسمى بالحجر الصحي لكي كانوا أحد المعرض فيهم غيبان لذلك فالبسؤولية تتحملها الحكومة كابلة لعلى مستوى المنهجية والتوزيع وعطي الباك صاحبه وعطي الناس لكم لعلى مستوى الصحة والسلامة لهذا المواطن لواكل العصاء وما زال كي يكون العصاء وما زال الأتمينة ترتفع وهذه إجراءات مع مرها ستعطي نتائج لأنه إجراءات تتفكر تغني واحد في الجهة اللي دي جموغ تانية وكتفكر تعطي الأصحابي وتعطي المقربين وبالتالي فالمواطن المهلوك المغلوب على أمره ما زال كي يشري الحم بأتمينة مرتفعة وكان واحد الفئة أخرى ما كيشريوش قاعد الحم لأنهم مقادرين شعليه وهذا تحينا لواحد المخطط اللي غير عرفوه المغاربة ومخطط صعيب 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 جدا هو تضمير واحد القطاع دي الماء والكهرباء هذا القطاع دي الماء والكهرباء اللي كان قطاع قوي وبالأخص أتحدث على قطاع الماء لأنه منذ سنوات كان قطاع مربح قطاع سنويا وكان التوازونات المالية جيدة مقابل كالكهرباء عندهم مشاكل مالية ناضرة الحكومة السابقة جابت مشروع 40 2009 حول إدماج القطاع دي الماء والكهرباء جاء وقال كاسيدي هذه القطاعات ما نخليه ونشهد ما بحده ونجمعه في مكتب واحد ونوفره الفلوس نموذج العديد من البلدان اللي دارتها لأننا سنجدوا تدبير الموارد البشرية ونقصوا من المديرين ونقضوا قطاع الكهرباء بمعنى جابوا قطاع الكهرباء مع قطاع الماء لأنه ينقضوا ونقضوا واحد المشروع اللي تخسرت عليه الملاير كثيرة لا في الدراسة لا في التنفيذ لا في عديد من المصاريف الكبيرة لكي هذا المشروع يخرج للوجود وفعلا نخرج هذا المشروع الموجود ولكن باقى حبرا على ورق جمعوا ميزانية واحدة والاو القطاعان بجوج غير مربعان في الوقت اللي في العالم القطاع الماء و القطاع الكهرباء مربع لأنه هو القطاع الوحيد اللي عنده ديكليون هو ما كيقلبوا عليهم ما كيقلب عليهم ما كيقلب عليهم ما كيشي واحد ما كيكونسوميش الماء ما كيكونسوميش الدو وبالتالي الزبناء كينين و كيتزايدوا بمعنى ما يقول لكش ما عنديش الزبناء القطاع الماء الواحد في العالم اللي هو عنده واحد المنتوج و يقول الناس ما تكونسوميش بمعنى الناس كيكونسوميش بمعنى الانتاج من هذا القطاع وبالتالي فنحن أمام واحد سوء تسير سوء تدبير داروا الإدماج خلوا 33 مدير مركزي أدوره بمثابة وزير بالامتيازات والسيارات و 33 مدير مركزي في قطاع الكهرباء لكي يديروا مديرين على صعيدات الأقاليم و هذا بقى الوضع على ما هو عليه بقى المال السائب بقى الأمور غادية لتفاجأ مؤخرا في حكومة السعازيز أخنوش بأنه سيحولوا هذا القطاع إلى شركات شركات وبالتالي سيقول لي القطاع الماء والكهرباء اللي كان قطاع أولا حيوي الجميع المواثيق الدولية تؤكد على الحق في الماء و بأن الماء ماشي سلعة لكي نبيعوه هذا كله سيضربه في العمق سيتم تحويل القطاع والكهرباء إلى شركات جهوية بمعنى 12 شركات في المغرب اللي سيتم تسليمها لجميع الممتلكات ديال هذا المكتب وهي تقدر بالملايير ديال الدراهيم أراضي شاسعة مقرات مقرات سيارات هذا كله سيسلم من هذه الشركات بسفر هذه فضائحة أخرى من الفضائح ديال الحكومة ديال السي عزيز أخنوش اللي جينا الواحد القطاع نسبيا قطاع مستقر قطاع تخدم في أطور مهمة لا يوجد شيء مغربي اللي لم يحرم الماء أو كين توزيع قوية الكهرباء اللي قرب يغطي جميع التراب الوطني نريد أن نعود شركات وبالتالي سنخضعه لمنطقة الربح والخسارة ونضربه 7000 مستخدم في مصير مجهول بعدما كان أولا تعاقدوا مع الدولة وتعاقدوا بيش يخدموا في مؤسسة عمومية يقولوا يخدموا مع شركة عندها منطقة الربح والخسارة وعندها منطقة متوحش كي يقولوا الشركات الأساسية ديالها والهم ديالها هو الربح والربح قبل كل شيء قبل من المقاربة الاجتماعية اللي كنا تقولوا بأنها غائبة في هذه المنطقة ديال ديال تدبير الماء والكهرباء ففي الوقت وهذه ربما رجعوا في حلقة مفصلة بالوثائق ففي الوقت اللي واحد المواطنة ما كتخلش الماء أو الدو وهي أرمالها وزوجها توفاء وما زال مخرج اللي هاته التقاعد كيجيو كيحيدوا لذيك المقانة الدولة وكيحرموها هذا في الوقت لإحدى الجبعيات في القطاع كتستفد من 33 مليار سنويا ديال الدعم هذا مقاربة أخرى وسوف تسير باش وصلوا لهذا القطاع لواحد الباب مسدود والآن غيحولون شركات جهوية غيغلب عليها منطق الربح والخسارة هذه خطر آخر تهددنا أخوتي المغاربة ديال الغلاء ديال الماء وديال الكهرباء اللي غي تزاد غلاء مع هاد شركات الجهوية وهي الريهان الجديد بعدما اضطمو التغذية ديال المواطنات والمواطنين و اضطمو مناصب الشغل الالاف ديال الشباب اللي كيشتغلوه في المناطق الصناعية الحراق في اللي زون فرانش بسميك بمعنى ولا عدنا بطالة مقنعة واستعبات جديد الناس مكدسين في شركات كبيرة بالالاف بواحد الثامن هزيل ما كيقدوش يساهموا في التنمية ما يقدوش يشريو ديور ما يقدوش يشريو سيارات وبالتالي فهما ايضا قلبوا لموقوتها بعدما تم القضاء على التشغيل لصالح الدولة تم القضاء على الفلاحة بواحد المخططات خطيرة وخطيرة جدا فوتنا للعشرات الالاف ديال الهكتارات فاش كانت سجيطا الى رأس المال و الى الشركات الخاصة و الى بعض النافدين بعد ذلك الاراضي السولالية املك الدولة والت كلها شركات كدير لافوكا كدير الفريزيو يصدر نحو الخارج و المواطن خلينا بيدون خضر و كنشوفوا الان نتيجة هذه الازمة الان مخطط نحو الماء و الكهرباء لكن احنا نقول لكم انكم كتل عبوب النار و هذا الشيء لن يؤدي الى مزيد الاحتقان و الى طحن هذا المواطن البسيط المقهور قبل النهاية ديال هاد الحلقة تندعو كل المشاهدات و المشاهدين و المواطنات و المواطنين للمغاربة الى التواصل مع الحلقة واقتراح المحاور للنقاش او اللي عنده اي مشكل مرتبط بما هو فردي او جماعي و كيشوف فيه و احد انتهاك حقوقي مرحبا بكم نحن راه الاشارة اولا لمواكبة الميلف و لطرحه مع المواطنات و المواطنين تحية حقوقية ماذا عاحق وراء او طالب و الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله